خلينا نقول الطاقات في عندك قوس أو أسد عميطلعوا لهم كل الأبراج طيب في عندك ميزان ممكن يكون في عندك طاقات ترابية عم بتبين كتير طاقات هوائية ونارية بشكل عام من بعد صبر من بعد تعب عم بشوف من بعد ما كنت حامل حمول يعني فيه فيه مسؤوليات يعني عليك كلها عليك أنت المطلوب منك يمكن تصرف أنت المطلوب منك أنه تعطي أنت تعتني أنت يمكن تكون للأب والأم بنفس الوقت أو شخص عندك مسؤوليات كتيرة أو أنك شاعر بأنه في حمول كتير فوق ضهرك ما عم تقدر تخلص منها لدرجة أنك عم بتفكر بالسفر وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر ممكن تسافر هذا الشهر يا برج القوس عم بتكون طاقتك أنت أساسا ناري وطاقتك عم بتكون نارية أكتر عم بتكون بدك الأمور بسرعة تتم بدك ما عندك صبر ما عندك كذا ولكن بشكل عام عم بشوف الشمس بتشره يعني من أول الشهر رح تحس أنه بعدين في أمنية رح تتحقق عندك حققت جزء ورح تكمل تحقيق الأمنيات أو في أمنية معينة رح تتحقق أنا بشوفها على صعيد عملي أكتر ما هو عاطفي وممكن يكون طبعا عاطفي إذا كان مع شخص مائي أو قوس أو أسد ناري بشكل عام أو مائي شايفة إنه رح تبدأ بداية جديدة بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم إذا كان في سيناريو عاطفي بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم أو شخص أنت كنت تستنى أو منتظره إليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائما الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحيانا عكسية عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا إجراء ولا شي خلص خلصت أعطيت عملت ساويت بكفي وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة يمكن أنت كنت عم بتأجل موضوع عم بيكون في عندك شوي صراع نفسي ممكن ما بين العقل والقلب ما بعرف في عندك نوع من الصراعات كانت أو رح تكون في الأسبوع الثالث احتمال ولكن رح تنتهي بقرار منك يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار رح يجيب لك بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها أنا حسيتها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة عندك إما مع شخص قديم إذا كان في عندك شخص موجود أساسا في ضغطك أو إنه على صعيد العمل عم بيكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس العمل خاصة إذا كان مديرك من برج ترابي أو ناري فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها إنه كتير يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك أشياء حلوة ما بعد هيك فعادي جدا أنا بقول لك اتعب أول فترة من الشهر ما في مشكلة لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارمة في الموضوع في شخص ظلمك ممكن يكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص أو نارية ممكن تكون هذا الشخص عم تاخد حقك منه على العلم يعني قدام الناس زي ما راح حقك قدام الناس أو نهنت أو كذا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة وشايفي تك منتصر منتصر على شخص أو على موقف على شخص ممكن يكون برجه هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي فيه انتصار على هذا الشخص وهذا الشخص احتمال كبير يكون أنثى هذا بشكل عام وشايفي فيه فرصة السفر حلوة ولكن انت يمكن تأجلها لأنه ما شايفيتك مسافر ولكن فيه فرصة سفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان حبيبي انتبه على حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات واحدة على الأقل فبس تهتم في هذا الموضوع تعمل استشفاء إذا قدرت هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى النهاية راح يموت راح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك يا المشكلة اللي في الشاكرات أو الطاقة السلبية خلينا نقول أنا مش حبي أحكيها أنه طاقة سلبية سحر عين حسد راح تنتهي ممكن في هذا الشهر في أوله أو في النصف الأول لأنه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي أكتر شيء لأنها طلعت بالورق العاطفي شايفة ممكن جداً أنه خلينا نحكي كون في ناس راح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة إذا كان برج السرطان أو برج مائي وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماماً مع شخص جديد بداية جديدة هذا السيناريو للأشخاص اللي يمكن ملوا خلاص من الطرف الآخر أو الشريك كانوا عم يستنووا لفترة طويلة عم بشوف نهاية وبداية مع شخص آخر بفعلاً شخص جدي شخص عم بيكون مائي أو ترابي عم بيكون جدي أكتر عم بيكون بيستحقهم فعلاً من زمان عينوا عليهم أو يعني من هذا القبيل شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن أنه يعني يتعرضوا لها ممكن يكون في شك إما أنت تشك بالشريك أو الشريك شاكت فيك في موضوع من المواضيع ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في يعني مخاوف من هذه القصة عم بيكون في بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض عم بيكون في زكريات طاقة زكريات كبيرة خاصة في الأول الشهر عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد تعب يعني ومن بعد فترة طويلة من الانتظار من الظلم انظلمت في هاي العلاقة يمكن أعطيت كتير فعم تسترد اللي أنت أعطيته عم بيردلك إياه الشريك ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء أو عنده شوية مشاكل عنده عوائق فيه كان طرف تالت مسيطر والآن عم بتلاشى طرف تالت قلنا حبايبي مو شرط خيانة يعني ممكن يكون أي عائق في العلاقة شايف فيه علاقة جدية بالأفق حتى للمنفصلين مبنية على أسس مبنية على أسس يعني ثابتة مش حقي فاضي أو مش أوهام أو مش وعود بالهوى عم بيكون عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها شايفيته عم بنفذها وهذا الشخص من بعد المشاكل من بعد الكذا رح يرجع طبيعته معك رح يرجع بصفاته اللي بلش معك فيها خلينا نحكي ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات مائية أو ترابية أو حتى ناريين ممكن يلتقوا بشخص جديد هذا الفترة هاي الفترة هذا الشخص ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي متلاعب عنده أساسا طرف وعم بيحاول أنه يدخل حياتكم للحفول على شي ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم فبس نكون حزيرين إذا ورق بشكل عام جميل نشوف مسج من الحبيب ما قادر يحكي لنا إياها أو من عقل الباطن أو كلمة أو هون هون المسج عم بشوفه تكررت المسج معانا أنه أنا نفسي أجيب طفل منك عم بحلم أني أجيب طفل منك خلينا نشوف تتوقع عليه في ورقة اللي هي إما عقد زواج أو عقد يمكن عمل في عقد رح توقع عليه في ورقة رح تروح توقع عليها يا خلينا نشوف oracles بقول لك افرح انبسط سرخ وكأنه بيقول لك يعني أنا بترجمه أو بفهمه إنك عم تكتم كتير يا قوس في داخلك عم تكتم أمور كتير فبيقول لك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة سلبية عم بتحوش تراكمات لا طلحها كلاتها أول بأول كون زي الأطفال بقول لك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ لجواتك لازم تطلع لجواتك وحباي ببرج القوس بشوفكم بالفيديو الجاي